كمية متجهة كمية متجهة كمية متجهة إذا سأتعامل معه زي ما أتعامل مع أي كمية متجهة أخرى لو كان عندي مثلا هذا جسم بأثر عليه عدة قوة بدي التورك المحصل محصلة التورك الناتج عن كل القوة شو بنعمل؟ نحسب التورك عن القوة الأولى الثانية الثالثة الرابعة والآخر بنجمعهم جمع متجهات هلأ هاي المتجهات شو رح تكون معبر عنها انت بالإشارة positive و negative إذا بعدك بنجمعهم كل واحد مع إشارته tau net equals tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus tau 4 problem solving strategy هلأ كيف نحل المسائل اللي فيها أكثر من قوة الخطوة الأولى identify the forces acting on the object دائما بدنا نحدد القوة اللي بتأثر على الجسم هاي الخطوة الأولى خطوة الثانية keep only the perpendicular components إذا كان في عندي عدة قوة بس بخلي المركبات العمودية عشان أبسط المسألة خطوة الثالثة calculate the torque for each force بنحسب التورك الناتج عن كل قوة وبنعطي إشارته موجب أو سالب بعد هيك كلهم بنجمعهم مع بعض كل واحد حسب إشارته هلا بنتذكر القوة اللي بتكون على البيوت دائما زيرو بنتخلص منها بسرعة وأخيرا بنكتب العلاقة النهائية وبنوجد التورك المحصل اللي بيأثر على الجسم A board allowed to rotate on a support هلا الحالة اللي كثير ندرسها اللي هو نكون عندي board لوح خشبي موجود على support فنتعرف عليه قبل ما نحل المسائل المرتبطة فيه consider a board supported in the middle as shown هذا board في عندي support هلا support كثير مستخدم معا كلمة فالكرم كمان بدنا نكون عارفين معناها فالكرم اللي هي نقطة الارتكاز مستخدمها مع support شو بدنا نعمل comments the board is allowed to rotate about its center under the influence of a force يعني هاد وين المركز تابعه بتطلع فيه هذا صار البيوت تابعنا هو ممكن يدور حوالين هاي النقطة اللي بيتصل فيها مع الفالكرم طيب consider for example the forces F1 F2 F3 and F4 دي اخذ عدة قوة واشوف كيف تأثيرهم عليه لو اخدت اول قوة سميتها F1 ها كيف راح تخلي دور من الاسفل الى الاعلى اتجاهها راح تخلي دور بهذا الشكل هذا الدوران كاونتر كلاكوايس كاونتر كلاكوايس كاونتر كلاكوايس بعطيه اشارة موجبة فF1 لما بدأ اشوف تأثيرها راح تعطيني تورك موجب هلا راح ارجع زي ما كان واخذ قوة ثانية بس شو راح اعمل بهاي القوة راح اعكس الاتجاه من الاعلى الى الاسفل هاي كيف راح يكون اتجاه الدوران هذا راح يكون كلاكوايس بهذا الشكل اذا هاي نعطيها اشارة سالبة لانه اتجاه الدوران لها كلاكوايس هلا راح نرجع مكانه مرة ثانية هلا انتبه راح اخذ قوة من الطرف الثاني واتجاهها ايضا راح يكون الى الاعلى من بحكي لكي في الدوران كمان كلاكوايس هذا كمان نعطيه اشارة سالبة خليها نرجع زي ما كان اذا لاحظ انه اللي على اليمين اعطتنا دوران كاونتر كلاكوايس موجب بس اللي اجت عن اليسار تعطيك سالب ناخذ كمان قوة تجاه الى الاسفل كيف راح يكون هذا كاونتر كلاكوايس نعطيه اشارة موجبة وهيك بنحدد التورك الناتج عن قوة بتأثر على بورد موجود على نقطة ارتكاز هلا شوفيه كمان عنا من بيحكيلي كيف نتعامل معه هلا السنتروف ماس احنا حسبناه للبورد صح وين طلع معانا في المنتصف في المنتصف مزبوط اذا قوة الجذب الموجودة في البورد راح تكون تتعامل معها لانها مركزة دائما في المنتصف الا اذا حكينا لكم اشي غير هيك وبالتالي اذا بتطلع على هذا البورد كيف راح يكون اتجاه قوة الجذب اول شي بنا نشوف نقطة الاتصال هاي هي في المنتصف والغرافيتاشنال فورس تأثيرا راح يكون من وين لوين من عند هاي النقطة الى الاسفل هذا بالنسبة لغرافيتاشنال فورس طيب بهاي الحالة نين بحكيلي في عنا نورمال فورس ولا لا هلا النورمال فورس شو اصلها اي جسم عنده اتصال مع جسم اخر في نورمال فورس صح؟ هذا البورد عنده اتصال مع الفلكرام فاذا راح يكون في عندي نورمال فورس من الفلكرام على البورد The normal force acting on the board شو راح تكون is a perpendicular component of the contact force والتالي اتجاهها كيف راح يكون بهذا الشكل example هذا اول example راح يتعامل معه شو بيحكي لنا in the figure a five kilogram board is pivoted about its center اذا لما نحكي pivoted هو مسموح للدوران حوالين نقطة محور بمركزه اذا هلا شو المطلوب calculate the magnitude of the torque about the pivot بدنا نحسب مقدار الترك حوالين ال pivot if the magnitude of F1 equals the magnitude of F2 equals 5 newtons هلا شو كمان حكينا the weight of the board can be treated as concentrated in the middle وحكينا انه وزن هذا البورد راح يتعامل معه وكأنه مركز في الوسط هلا حتى لو ما حكينا لك ياها هاي انت لوحدك تفترض انه مركز في الوسط solution اذا شو اول معلومة اعطانا اياها قتلة البورد five kilogram بعدين حكينا is pivoted about its center مسموح له دور حوالين مركزه هيك وين صار ال pivot تبعنا طلعوا فيه نقطة اتصاله مع الفلكرام هذا ال pivot طيب شو اعطانا كمان هو طالب منه نحسب الماغنيتيود فقط الماغنيتيود واعطانا مقدار F1 مقدار F2 حكينا انهم يساووا 5 newtons هاي المعلومات الموجودة عنا وكتلة او وزن البورد في المنتصف طيب نرجع لا استراتيجية حل المسائل اللي كتبناها نمشي على الخطوات واحدة واحدة we identify the forces acting on the board هلا غير القوى اللي ظاهرة عنا شو بيأثر عليه mg و normal force اذا في عندي mg اثر بهذا الشكل وفي عندي normal force طيب حددناهم هلا خطوة ثانية حكينا we keep only the perpendicular components فباخد شكل جديد وبطلع على القوى واحدة واحدة هاي القوى بدي اخلي المركب العمودية على R هاي المركب العمودية رح تاخد sine ولا cosine sine اذا F1 sine 30 بس هلا مشوف القوى الثانية المركب العمودية وين كانت بهذا الشكل انتبهوا الاتجاهات رح تاخد sine ولا cosine كمان sine مش دائما sine انتبهوا مش دائما sine حسب الشكل والرسم طيب بس هلا الخطوة اللي بعد هيك شو رح نعمل تاو نت بدي احسب تورك الناتج عن كل القوى الموجودة عندي صار في عندي تاو 1 عن القوى الاولى تاو N normal force تاو MG الجاذبية تاو 2 عن القوى رقم اثنين امشي فيهم واحد واحد هاي القوى رقم واحد تاو 1 بساوي the magnitude of R1 F perpendicular R1 هي عبارة عن مين بعد نقطة تأثير القوى عن محور الدوران يعني اذا بتطلع فيها هون هاي المسافة شو بتمثل R1 اذا هي 4 meters بس واتجاه الدوران كيف رح يكون counter clockwise اذا هذا موجب عوض في الارقام عوض في الارقام ونروح هلا ل قوى الثانية normal force تبعها شو هو 0 ليه تأثيرها على pivot طلعوا فيها تأثيرها على محور الدوران فاذا الترك الناتج عنها 0 طيب MG كمان 0 لنفس السبب تأثيرها كمان على pivot شو بظل عن نقوة واحدة هلا مين بحكي لي R2 F2 perpendicular كم ال R2 بهاي الحالة 2 meters و counter clockwise ولا clockwise counter clockwise طلع اتجاه الدوران هيك بده يكون فهذا اذا كمان موجب وبالتالي tau 2 equals 5 newtons meters هلا tau not شو صار نجمعهم كلهم مع اشاراتهم طيب احنا بدنا الماغنيتود لما ناخذ الماغنيتود هو اصلا موجب ما رح يتأثر 15 newtons meters example هذا example ثاني طلع فيه كويس في عندنا قوة اولى F1 في عندنا قوة ثانية وفي عندنا قوة ثالثة وعطانا مسافات معينة ونشوف شو بده نقرأه مع بعض ناخد شكل اكبر عشان نكون اسهل بالنسبة لنا شو حاكينا هو In the figure shown find the net torque acting on the board about the left end اذا ما اختلف عن السؤال اللي قبله هو حكى لي اعطاني نقطة الدوران بس من خلال الكلام ما اعطاني اياها بالرسم حكى لي left end اذا وين رح يكون ال pivot تبعنا على left end the rotation is about the left end هيك صار هذا ال pivot تبعنا هلا F the road is massless شو يعني كتلته مهملة اذا بعتبر كتلة ال road مساوية للصفر massless means that the mass of the road is very small and can be ignored اذا هي صغيرة جدا ممكن نهملها تعالى ممكن نحكي انه M equals zero طيب شو اعطانا كمان اعطانا القوة F1 و F2 و F3 بس هلا بنمشي فيهم واحدة واحدة اول خطوة we identify the forces acting on the board هلا شو بيأثر عليه في الوسط M G بتأثر صح ولا شو رأيكو صحيح بس هل هي دائما massless لا رح ارسمها عشان اذكرك انه هي بالاصل موجودة بس بحالتنا هون رح نهملها مع هيك رح نرسمها عشان ما تنساها في اسئلة تانية ما تكون مهملة بس اذا في عندي M G في الوسط هلا في قوة بتأثر عليه عندي البيوت ما رح ارسمها لانه رح نتعامل معها فيما بعد بشابتر 12 رح اخليها هلا بس شما كانت هاي القوة طبيعتها الترك الناتج عنها شما له صفر لانها بتأثر على البيوت we keep only the perpendicular components هلا رح نخلي بس المركبات العمودية اطلع القوة الاولى بدي اخذ العمودة عنها بياخد ساين ولا كوساين مركب العمودية ساين والقوة الثانية رح تاخد ساين ولا كوساين 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 انت بدك المركب العمودية مايلك علاقة الزاوية مع مين حسب شو اعطاك هو فهون الزاوية الاقرب عن المركب العمودية هي 30 فبتأخذ كوساين انت لانا بتحلق القوة تظع انت قريب من الزاوي ولا بعيد من الزاوي البعيد من الزاوي شو بياخد ساين القريب من الزاوي شو بياخد كوسين فهي كانت قريب من الزاوية تاخد كوسين طيب هلأ في عنا F3 العمودي شو رح ياخد هذا الصين هلأ تاو نت بده نساوي تاو 1 بلاس تاو 2 بلاس تاو 3 MG مهمة ليه على طول بحطها صفر بيظال عندي بدني نحسب تاو 1 تاو 2 تاو 3 نتجه على تاو 1 بدني المسافة عن محور الدورة من وين بقيس المسافة من البيوت طلعوا فيها كم بتكون مساوية 4 ميترز لانها عن البيوت طيب والدوران كيف رح يكون كلاكو وايس فاذا رح يكون عندي الام دعوض مع الاشارة السالبة ماينوس 4 تايمز 10 تايمز ساين 20 هاي تاو 1 دعشوف تاو 2 بتطلع القوة لهون اول شي بدي ار 2 المسافة من وين لأوين من تأثير القوة الى البيوت كام اثنين نعم 2 ميترز الدوران كاونتر والاكلاك كاونتر نعم اذا هذا موجب والان عوض في الارقام وهلا ظل علينا اخر قوة كام الترق عنها زيرو لانها بتأثر وين على البيوت كلام سليم اذا هي زيرو لانها بتأثر على البيوت هلا نجمعهم كلهم والناتج هو 29.6 نيوتن میترز مثل ارى الانترق على البيوت او او اف او 10 سنتيمتر و او 25 سنتيمتر طلع اذا هون في عنا عجل زي ما انتوا شايفين في دائرة داخلية وفي خارجي فعندي نصف قطر داخلي اللي هو الا وهذا مساوي الى 10 سنتيمتر وفي عندي نصف قطر خارجي هو البي وهذا مساوي الى 25 سنتيمتر هلا شو بده هو find the net torque بده اوجد الترك المحصل باخد مباشرة باخد شكل اكبر عشان تكون اوضح بالنسبة لنا الامور وهلا خلينا نمشوا فيهم واحدة واحدة بده the net torque on the wheel about the axle through O الاكسل اذا هو المحور اللي بمر في نقطة O اللي هي جاي وين في المركز اذا صار عنا البيوت وين في المركز ما رح نكتب عنده بيوت لانه الشكل ما بتحمل نكتب اشياء جديدة طيب هذا البيوت هلا شو اللي اعطانا اياه نصف القطر الاصغر هو 10 سانتيمترز ال A نصف القطر الاكبر هو 25 سانتيمترز تمام نرجع لخطواتنا اللي احنا بنعرفها حكينا اول شي شو بنعمل identify the forces هم اعطينا اياهم كلهم تيجي الخطوة الثانية we keep only the perpendicular components هلا بتطلع على القوة الاولى ال R من وين بنقيسها ذكروا معي R هو اصلا شو هو من البيوت الى نقطة تأثير القوة هلا بتطلع على F1 وبيدي R1 كيف رح تكون بهذا الشكل هاي ال R1 هي already perpendicular اذا ما بغير اشي اطلع مين هلا بدي F2 بدي R2 كمان من البيوت لعند التأثير القوة R2 شو طلعت كمان perpendicular طب هلا الثالثة شو بنعمل فيها شو رأيكو ناخد من الدائرة بالزبط ناخد طلع هون بدي R3 و F3 كمان عمودية على R3 طب هاي الزاوية المعطين اياها 30 درجة لشو هاي ما الى علاقة بالحل عشان اذا حدا لخبط وحلل فهذا تريك بس مش اكثر اذا بس هيك هلا تاو 1 تاو 2 تاو 3 مروا عليهم بالنسبة ل تاو 1 رح يخلي دور بهذا الشكل فهذا كلاكوائس عندك R1 هي عبارة عن نصف القطر الاكبر اللي هو كام 25 سنتيميتر حوله لميتر عوض في الارقام ما تنسى الاشارة السالبة والاجابة هي minus 2.5 نيوتن ميتر طيب تاو 2 بنفس الاسلوب و R2 هي كمان B اذا هي ايضا 25 سنتيميتر عوض في الارقام كمان روتيشن كلاكوائس رح يعطينا minus 2.25 نيوتن ميتر وأخيرا في عنا تاو 3 جانتبه انه R3 شو بتساوي نصف القطر الأصغر اللي هي 10 سنتيميتر حاولوا لمتر بس هذا شو رح يكون الدوران تابعه هذا كاونتر كلاكوائس رح يكون موجب وبالتالي ما في ثيتا كلهم عموديين 90 هذا اللي بيحكي كلهم عموديين فاللي أعطانا إياها هون الزاوية اللي بعطانيها في الشكل هي ترك ما إلها علاقة بالحل نعم هذا 1.2 نيوتن ميتر هلا أجمعهم كلهم والإجابة منص 3.55 نيوتن ميتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر